بالعلم بل بالأدب تنهى لأعلى الرتب فعش حياة العلماء وطرق صنوف الكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصيرا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله أعليهم بلا تصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فباقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون ما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنبق الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير التفسير ينزه الله ويقدسه عن نقص ويحمده كل ما في السماوات وما في الأرض له التصرف والتدبير في جميع الخلق في جميع الكائنات وهو المحمود على جميع ما يخلق ويقدر وهو جل وعلا على كل شيء قدير فما أراد كان بلا ممانعة ولا مدافعة وما لمشى لم يكن الله وحده الذي خلقكم فبعضكم كافر بالله وبعضكم مؤمن بالله موحد لله وقد أراد الله ذلك كونا فلا بد من وجود كافر ومؤمن والله جل ومطلع على أعمالكم عالم بها لا يخفى عليه منكم شيء وسيجازيكم عليها والله خلق السماوة والأرض بالعدل والحكمة وصوركم فأحسن أشكالكم في أحسن تقويم وإليه المرجع فيجازي كل عامل بعمله وهو جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه منها شيء ويعلم ما تضمرونه في أنفسكم وما تجهرون به والله علم بما تكنه صدوركم وما تكنه الصدور من نيات وحديث نفس وهموم وغير ذلك فلا تخفى عليه خافية في العالم كله ألم يبلغكم خبر الذين كفروا من الأول الماضية وما حل بهم من العذاب والنقمة عاقبة تكذيبهم وعاقبة فعلهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع مهلك في ناق جهنم ذلك الذي حل بهم من نكال في الدنيا والعذاب في الآخرة بسبب أنه كانت تاتيهم وصلهم بالحجج والدناء الواضحات على صحة رسالاتهم وصدق دعوتهم بعبادة الله وحده لا شيء كلا فقالوا المستبعدين كيف يدلنا على الهدى ويرسل إلينا بشر مثلنا فكذبوا غسل وكفروا ما جاءوا به وعرضوا عن حق وردوه واستغنى الله عنهم والله غني عن الخائق كلهم لأنه هو المحمود في ذاته وربوبيته وولويته وأقواله وأفعاله وجزائه ادعى الذين كفروا كاذبين أنهم لن يبعثوا أحياء بعد الموت فأنكروا المعاد قل لهم أيها رسول بلى والله ليبعثنكم الله بعد موتكم أحياء ثم لتخبرن بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا جليلها وحقينها صغينها وكبينها ويجازيكم الله عليها وإن بعثكم ومجازاتكم ومجازاتكم على أعمالكم سهل يسير على الله عز وجل فصدقوا بعبادة الله وحده لا شيء كلاه وصدقوا برسول الله فيما جاءكم به عليه الصلاة والسلام وتابعوه على ذلك وصدقوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسول محمد عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الهدى والنور فاعملوا به والله بما تعملنا خبير فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها يوم القيامة بعض الدروس من آيات أولا أخي المسلم لنسبح الله وننزه الله عما لا يليق به ولنحمد الله ونثني عليه الخير كله فإنا لا نحصي ثنان على الله وأعلم أن الله عز وجل يحب أن يسبح كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفة عن اللسان ثقلت في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فلنكثر من تسبيح الله بهاتين الكلمتين ثانيا لقد حسن الله خلقنا أنا وإياك في أحسن تقويم فلنحمد الله على ذلك وليكن أيضا من حمدنا إياه أن نعبده وحده لا شيء له كما أننا نريد أن ندعو الله عز وجل أن يحسن خلقنا وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي ثالثا أخي إن القرآن نور أنزله الله فهل أنا وأنت استضعنا بهذا النور في حياتنا فلنكثر من تلاوة القرآن ابتغاء وجه الله والقرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ولتكن قراءتنا قراءة فقه وفهم وعمل بل لنكن من أهل القرآن الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس لله أهلين أن نكون أنا وأنت من أهلين لله عز وجل فقيل من أهل الله منهم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فلنكن أنا وإياك من أهل الله وخاصته في العناية بهذا القرآن تلاوة وفهما وفقها وتدبرا وعملا ودعوة ونصيحة لهذا الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام أديه النصيحة قبل من لرسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر